أنا حابب أعرض عليك بعض المعلومات معلومات جنسية شائعة يليل إذا صحيحة أم لا يجب أن تنزف الفتاة خلال المرة الأولى لممارستها الجنس غير صحيح لماذا؟ لأنه في أغلب الأحيان غشاء البكارة اللي بيقولوا عليه هو يعني حلقة وليس غشاء حيطة سد فممكن الغشاء يفضل مستمر لحد ما تولد طبيعي فمش لازم تنزف يجب أن تسبب الممارسة الجنسية الأولى للفتاة ألاما مبرحة لا أبدا بالعكس الجنس الطبيعي لا يسبب ألام يصل الرجال إلى قمة أدائهم الجنسي في العشرينيات من عمرهم والنساء في الثلاثينيات البعض بيدعو كده صحيح صحيح يعني بيدعو كده لكن آه يعني أي حد يقدر لو حافظ على صحته وبالرياضة وكل حاجة حتى الامرأة وراجل عمره ستين ممكن يكونوا أيضا بيقدروا يعملوا أي جنس أبسلو المرأة تحتاج وقتا أطول من الرجل للوصول إلى الذروة صحيح العادة السريعة والاستمناء لا فوائد لها مطلقا بالعكس لها فوائد مهمة حجم العدو الذكري يؤثر على الاستمتاع بالعلاقة الجنسية الموضوع ده معقد شوية الناس زي ما بقول مقاسات يعني هتلاقي سيدة المستمتعة بعلاقة مع الرجل علشان المهبل مقاسه مناسب للقضيب وساعات لقى علشان قضيب كبير أو صغار أو أو المهبل نفسه كبير أو صغار أو لا علاقة لها بالحجم لا وبالتناسب بين الاثنين